اشتركوا في القناة يعني يقوي مركزه في مصر ويثبت حكمه في مصر بالتخلص طبعا من المشكلات اللي هي وجهته عرفنا طبعا ان في بعض المشكلات اللي وجهته في بداية حكمه زي محاولة نقله خارج مصر سنة 1806 وطبعا اتخلص منها بفضل زعماء الشعب اللي تمسكوا به وطلبوا من السلطان ان هو يبقي محمد علي في الحكم وطبعا من وجهته مشكلة تانية سنة 1807 اللي هي متمثلة في حملة فريزر او الحملة الانجليزية على مصر وكان الهدف منها طبعا ابعاد محمد علي من حكم مصر وتولية محمد بيك الألفي لكن الحملة دي تفشلت واتخلص كمان من الزعمة الشعبية بانه قام بنفي زعيم الشعب عمر مكرم نفائلة دميات عام 1809 علشان يتخلص من اي معارضة لي طبعا او اي يعني منقشة القراراته طبعا محمد علي زي مقولتلك وكانت شخصيته شخصية يعني ديكتاتورية مستبت يعني عايز هو يبقى هو الحاكم بأمره في البلاد محدش يشاركه او حدش ينقشه في اي قرار وزعماء الشعب لما جم يولوه سنة 1805 اشترطوا عليه انه هو لا يبرم اي امر او اي يعني اتفاق الا بعد مشاورتهم فطبعا هو وافق وقتها مضطر لكن بعد كده حاول يتخلص من الشرط ده بانه يخلص من زعماء الشعب حشان ينفرد هو بالحكم وايضا اتخلص من المماليك بتدبير مسبحة القلعة زي ما شفنا عام 1811 وبكده اتخلص من كل المشاكل ايه الوجهته وثبت حكمه في مصر محمد علي بقى عايز يعمل ايه في مصر عايز يحول مصر دي لدولة يعني حديثة دولة كده على النسق الاوروبي تبقى زي فرنسا زي بريطانيا طبعا دوت محتاج شغل كبير ومجهود كبير جدا هنشوف عمل اي دلوقتي هنا بيقول لي ادرك محمد علي ان نهضة مصر لان تتحقق الا من خلال بناء دولة قوية مصر لازما تبقى دولة قوية محمد علي مش جاي مصر زي وزي الولاء السابقين هيستنى سنة سنتين تلاتة وبعد كده يمشي جاي اخد له قرشين ويمشي لا ده واحد عايز يعمل امبراطورية كبيرة عايز مصر دي كده يعني البداية بالنسبة له عايز يعمل دولة كبيرة جدا والدولة ديت لازما طبعا تبقى قوية علشان يقدر يحقق ايه اهدافه ديت وبالتالي علشان نبني دولة قوية لازما ناخد بايه باسليب المدنية الحديثة لازما نعمل اصلاحات في كل المجالات لان الممليك والفرنسيين والعصمانيين كل دول سبقوا مصر يعني بايزة خالص طبعا كان تدهور في كل المجالات زراعة صناعة تجارة تعليم سحة كل المجالات كانت يعني بايزة جدا فلازما يعني احنا هنبني بقى دولة ايه من اوله جديد تعالوا نشوف مظاهر بناء الدولة الحديثة في عصر محمد علي هنبدأ بايه بالبناء الاقتصادي عايز تبني دولة قوية لازما يبقى عندك اقتصاد قوي يبقى اول حاجة هتبدأها هتعملها ان انت تبني اقتصاد الدولة ديت صح على قصص صحيحة محمد علي عمل نظام جديد اسمه نظام الاحتكار نظام الاحتكار خلي بالك الكلمة ديت مصطلح مطلوب منك ان انت تحفظه وبيجيلك في الامتحان هنا يعني ايه احتكار يعني ان تقوم الحكومة هي من الحكومة دي محمد علي ممثلة في محمد علي بتحديد نوع الغلات التي تزرع يعني هي اللي هتحدد للفلاحين انت تزرع ايه تزرع قمح تزرع دورة تزرع قطن يعني هو اللي هيحددله وكمان نوع المصنوعات التي تنتج يعني نحدد للصانع يصنع ايه وتحديد اسمنها اسمن شرائها واسمن بيعها في السوق تمام يبقى هو هيحدد للفلاح يزرع ايه وهيشتري منه هو كمان يحددله التمن اللي هيشتري منه المحصول والتمن اللي هيبيع به يعني الفلاح كده مجرد انه هو هيزرع والصانع يصنع بس فمحمد علي هنا بالنزام دوت يعني يبقى هو الزارع الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد كان بيطلق عليه كده الزارع الوحيد والتاجر الوحيد والصانع الوحيد يعني مداش فرصة لحد ان هو يفكر كده ان هو ايه مثلا ده انا هزرع سنادي مثلا بطاطس هزرع السنادي يقطن هزرع السنادي درق لا ده انا اللي هحدد لك تزرع ايه وكمان بعد ما هتزرع انا هحدد انا اللي اخد منك المحصول بالسمن اللي انا احدده لك وهبيعه بالسمن برضه اللي انا ايه هحدده واحدد للصانع هو هيصنع ايه مش يعني مش يزرع كده ببرحته او باختياره ده نظام الاحتكار يبقى محمد علي نظم الاقتصاد المصري في الزراعة والصناعة والتجارة على اساس ايه الاحتكار تمام وبهذا النظام ضمن محمد علي الدخول في سوق التجارة الدولية منافسة لغيره من الدول يبقى نظام الاحتكار ده جعل محمد علي يخش سوق التجارة يدخل سوق التجارة الدولية بقوة منافس لغيره من ايه من الدول الاخرى اه تعالوا بعد كده عايزين بقى نشوف عمل في الزراعة والصناعة والتجارة وهكذا اه هنا محمد علي احنا عارفين طبعا ان ايام المماليك والعثمانيين كان النظام السائد نظام الالتزام نظام الالتزام فاكرين لما قلنا ان كان بيفرض ضريبة على قرية مثلا من الكرة وكان بيجي واحد اسمه ملتزم بيدفع المبلغ ده كله مرة واحدة للحكومة وبعد كده هو ياخده من الفلاحين في المكان ده وطبعا مش بياخده زي ما دفعوا لا طبعا بياخده اضعاف اللي هو دفع مثلا دفع عشر تلاف ياخدهم عشرين الف دفع خمسين الف ياخدهم مية الف وهكذا فكانت الفايدة بتعود على مين بتعود على الملتزم لكن محمد علي طبعا لا هو عايز هو اللي يستفيد يبقى عايز الحكومة هي اللي تستفيد وقلت لك الحكومة ممثلة فيه هو هو الحكومة فبالتالي النظام الالتزام ده مش هينفعه فلغى محمد علي نظام الالتزام يبقى لغى محمد علي نظام الالتزام وهيعمل بدل نظام ايه قلنا نظام الاحتقار وزع مساحات من الارض على الفلاحين واتبع سياسة زراعية تهدف الى توفير اكبر قدر من الدخل من الانتاج الزراعي يعني هو عايز الزراع ديه هي اساس طبعا اقتصاد البلد مصر اقتصادها قائم على ايه على الزراعة فهو عشان كده عايز يعني يبقى عنده اكبر قدر ممكن من الانتاج الزراعي علشان يقدر يبيعه ويخش بيه في التجارة الدولية ويجيب له فلوس كتيرة يقدر يعمل بيها بقى المشاريع اللي هو عايزها طيب اهتم بالزراعة ازاي عمل ايه تعالوا نشوف الخطوات اللي عملها ادخال اساليب وغلات زراعية جديدة بدأ يدخل اساليب جديدة في الزراعة واساليب جديدة في الراي وهتم بطرق الراي يعني كانت الارض بتزرع مرة واحدة بنظام راي الحياض مرة واحدة بس في السنة طبعا الكلام ده مش ينفع محمد علي لا ده نعايز ده ارض مصر خصبة وخصارة لا ده ممكن تزرع مرتين واكتر كمان فبالتالي بدأ انه هو يهتم بمشاريع الراي ويقيم عدد من القناطر على اساس انه هو ايه يوفر المياه اللازمة للزراعة طول العام ويقدر يزرع مرتين وثلاثة في السنة وكمان ادخل غلات زراعية ايه جديدة اهتم بادخال غلات زراعية جديدة اه انشأ مدرسة للزراعة علشان الفلاح يزرع على قصص علمية ما يبقاش النظام التقليدي والنظام القديم لا ده انا ازرع اه على اساس علمي بحيث ان انا اقدر اوصل لأكبر قدر ممكن من ايه من الانتاج ولو فيه مثلا مشكلة قبلتني اعرف ازاي اتغلب عليها يبقى انشأ مدرسة للزراعة اللي هي حاليا كلية الزراعة واستقدم الخبراء الزراعيين من الخارج يعني يبقى جاب خبراء في الزراعة من الخارج استعان بيهم علشان يعلموا المصريين اساليب الزراعة الحديثة ودي حاجة برضو كويسة مش حاجة وحشة لما اكون انا يعني ما عنديش خبرة في حاجة احسن ان انا استعين بالخبير او اسأل واحد يبقى اكتر خبرة في الحاجة دية استفيد منه من خبرته حتى لو هو اجنبي يعني مش شرط يكون ايه مش شرط يكون مصري زي كده مثلا ما بنستعين بخبراء في الرياضة مدربين اجانب يدربون لنا مثلا فرقنا طب انا ليه ما بستعينش منهم في الزراعة في التعليم في الصناعة في كل المجالات الاخرى فهم حمد علي ايه عمل كده عمل مدرسة للزراعة واستقدم الخبراء الزراعيين من الخارج كمان حسن طرق الري زي ما قلتلك ابتكر طرق جديدة للري علشان يقدر يوفر المياه الازمة للزراعة طول العام انشأ العديد من القناطر على النيل وطبعا اهمها كانت القناطر الخيرية ادي صورة للقناطر الخيرية زي ما احنا شايفين اهو من البلاد الجميلة جدا بلدنا الجميلة وفيها اماكن طبعا جميلة جدا والكبري دوت اللي اتعامل طبعا اللي موجود مازال موجود حتى الان من ايام محمد ايه علي يبقى انشأ العديد من القناطر وزود الفلاحين بكل ما يلزم الزراعة يعني كان بيجيب للفلاح كل الادوات والبزور والسماد والحاجات اللي هو عايزها ما عليك بس اللي لانك تزرع ايه تزرع الارض وتهتم بيها يبقى دي كلها الخطوات اللي اتبعها محمد علي علشان ينهض بالزراعة نقولهم تاني بسرعة ادخال اساليب وغلات زراعية جديدة انشأ مدرسة للزراعة استقدم خبراء زراعيين من الخارج حسن طرق الري وانشأ القناطر الخيرية وهنا لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر انشاء القناطر الخيرية ليه محمد علي انشأ القناطر الخيرية لتحسين طرق الري يبقى ان ده الاجابة هو تحسين طرق ايه الري وتزود الفلاحين طبعا بكل ما يلزم الزراعة طيب بكده قدر محمد علي ان هو يعني يهتم بالزراعة طب لما الزراعة تتقدم هيحصل ايه الصناعة هتتقدم ليه لان هي مرتبطة بيها يبقى الصناعة هي كمان مرتبطة بالزراعة وهم اللي اتنين بيأثروا في التجارة فاكرين لما قلنا تضاهر ارحالة مصر الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة ايام المماليك احنا قلنا ايه قلنا الصناعة كانت من اسباب تدهورها تدهور ايه الزراعة ولما خدنا التجارة قلنا ان هي كانت متدهورة بسبب تدهور الصناعة والزراعة فهم التلاتة كانوا مرتبطين ببعض لو واحدة تقدمت اللي اتنين التانين هتقدموا تلقائي على طول هنا في معلومة بس هنيراها عند تولية محمد علي حكم مصر كانت الزراعة قد قطعت شوطن من التدهور نتيجة لنظام ملكية الارض والانتفاع وتعدد الضرائب المفروضة على الفلاحين واهمال مشاريع الراي احنا عارفين طبعا ان ايام الولاي العثمانيين وايام حكم المماليك ما كانش فيه اهتمام بالزراعة كل هدف الوالي العثماني ان هو يجمع الاموال لكن ما كانش بيهتم باي مشاريع للزراعة ولذلك كانت حالتها متدهورة جدا لكن محمد علي لأ هو اهتم بيها وعمل مشاريع كتير ايه للراي بس برضو خلي بالك ومش عشان خاطر الفلاح المصري يعني يستفيد لأ الفايدة كلها كانت بتعود على محمد علي نفسه بسبب تطبيق نظام ايه الاحتكار اه فكان كل الفايدة والربح والعائد الكبير بيرجع لايه لخزائن محمد علي لكن حالة المصري الفلاح المصري برضو ما كانتش يعني احسن من او ما تحسنتش قوي يعني كان برضو نفس الظلم ونفس الهضم حقوق واللي كان عايش فيه ايام المماليك برضو عايشه ايام محمد ايه ايام محمد علي تعالوا نشوف الصناعة كما محمد علي بتطوير وتحديث الانتاج الصناعي بالاجراءات التالية عمل ايه علشان يهتم بالصناعة اقامة المصانع الحكومية عمل مصانع انشأ مصانع كتير زي ايه الغازل والنسيج مش احنا بنزرع قطن طب اه ما نصدروش خام كده لا نعمل مصانع غازل ونسيج ونصنع القطن بتاعنا ونبيعه وهو ايه مصنع وطبعا هنا الفايدة هتبقى اكبر فتي كانت حاجة برضو كويسة هو محمد علي زكي جدا ويعني عفكاري طبعا من الناحية دية فكان اسلوبه قائم على انه يستغل موارد البلاد باقصى درجة ممكنة ويقدر انه هو يستفيد منها فهو بيزرع قطن كاننا الاول نزرع القطن ونصدره خام لا انا كده بخسر طب انا اعمل مصانع غازل ونسيج واصنعه واصدره وهو مصنع ففي الحالة دية طيب انا عملت ايه بقى انا ضعفت الفايدة فعمل مصانع غازل ونسيج ومصانع ورق ومصانع سكر وإلى اخره من ايه اصناعات حتى كمان كان فيه مصانع لايه الاسلحة فعدم حمد علي يعني هو يعمل جيش فعمل مصانع لاسلحة مصانع لصناعة الاسطول والعديد والعديد من المصانع فمن ناحية بيزود الربح وبيشغل كمان ايه بيشغل ايدي عاملة وبيقضي على مشكلة البطالة ويحاول يحسن بقدر الامكان من احوال ايه المصريين طيب تعالوا نكمل برضو بقية الخطوات بتاعة الصناعة احنا قلنا ان هو عمل مصانع طب عمل ايه كمان الاستعانة بالخبرات الاجنبية محمد علي كان بيستعانة بخبرات الاجنب في كل المجالات احنا قلنا استعان بيهم في الزراعة وبردو استعان بيهم في الصناعة ده مش كده وبس ده كمان ارسل بعثات للخارج يعني شافت دول المتقدمة في الصناعة وبدأ يجيب ناس من مصر ويبعتهم للدول دي علشان يتعرفوا على الصناعات اللي عندهم وازاي انه هما يقدروا انه هما يوصلوا للاتقان هذه ايه الصناعة وبعد كده يرجعوا مصر ويعلموا ايه يعلموا زميلهم كمان قام بترجمة الكتب يبقى ارسل بعثات للخارج وترجمة الكتب الخاصة ايه بالصناعة وجمع السبية للعمل في مصانع الدولة بأجور رمزية السبية يعني اللي هما صغار السن الاطفال او اللي هما مثلا 10-12 سنة 15 سنة فجمعهم محمد علي وبدأ انه هو يشغلهم في المصانع بأجور ايه رمزية يستفيد منهم ويديهم ايه اجر واصبحت بمثابة مدار الصناعية يعني المصانع دي بالنسبة لهم بالنسبة للسبية دول اصبحت بمثابة مدار الصناعية يعني كانوا بتعلموا فيها الصناعة كما اتبع سياسة تهدف الى السيطرة على الانتاج الصناعي وتوزيعه وذلك عن طريق امداد المصانع بالمواد الخام اللازمة للصناعة يعني قالوهم انا همدوكم بالمواد اللي انتوا عايزينها همدوكم بالخامات اللي انتوا هصنعوها وهاشتري منكم المنتجات يعني ما عليكم الا انكم ايه هتصنعوه بس تمام دي كانت سياسته يبقى هو وفر للمصانع المواد الخام وكمان كان بياخد منهم المنتجات بتاعتهم اللي بيصنعوها ويتولى هو مسئولية ايه مسئولية تسويقها وبعها فبرضو دي كانت حاجة كويسة ده ادى طبعا الى نهضة الصناعة طيب الزراعة نهضت والصناعة نهضت يبقى التجارة هي كمان ايه طبعا هتتقدم وتنهض لان هي مرتبطة بيهم نشطة التجارة الداخلية والخارجية نتيجة للنهوض بالزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي يبقى دي كانت الاسباب اللي قدت الى تقدم التجارة في عهد محمد علي نهوض الزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي وخضعت التجارة ايضا لنظام الاحتكار عن طريق ايه بقى تسويق جميع الحاصلات الزراعية بعد شراءها وجمعها في مخازن الدولة والبيع للتجار الاجانب في مصر والبيع في الخارج لحساب الحكومة المصرية واحتكار تجارة الوردات يعني محمد علي كان هو محتكر التجارة زي ما احتكر الزراعة واحتكر الصناعة احتكر التجارة يعني زي ما قلت لك كده في الاول كانوا بيطلق عليه الزارع الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد عايز الفايدة دي كله عايز يسيطر على كل جوانب الاقتصاد زراعة وصناعة وتجارة في برضو معلومة هنا تعالى كده نشوفها عرض الكنسول الفرنسي على محمد علي حفر قناة تصل البحرين المتوسط والاحمر فاكرين المشروع اللي كانوا علماء الحاملة الفرنسية عايزين يعملوه وقت الحاملة لكن توقف اللي هو مشروع توصيل البحرين الاحمر والمتوسط اللي هي قناة استويس في الوقت دوت ما تعملش المشروع لان كان فيه خطأ في القياس يعني هم بيقيسوا كده لان منصوب البحر الاحمر اعلى من المتوسط بعد كده في عهد محمد علي حاولوا ان هم ينفذوا المشروع ده تاني وحاولوا يعني عملوا قياسات تاني فلا ان المشروع ممكن يتعامل وان ما فيش ارتفاع في المنصوب ولا حاجة والمشروع ممكن تنفيذه فعرضوا الفكرة دي على محمد علي لكن محمد علي رفض طب رفض ليه ترى خشية ان تكون زريعة للتدخل الاجنبي في شؤون مصر شايفين بقى الزكاء والعبقرية طبعا هو ما رفضش لان المشروع دوت يعني وحش ولا مش مهم ولا حاجة لأ ده مشروع مهم جدا ودي حاجة كويسة جدا وهتنهت بالتجارة يعني بدرجة كبيرة طبعا احنا عارفين اهمية قناة السويس بس في الوقت ده لو كانت نفذ المشروع في الوقت ده المشروع ده محتاج تكلفة كبيرة جدا طب انا معايش الفلوس فهضطر كده ايه استدين تمام فكده هفتح باب للتدخل الاجنبي طب كمان القناة دي من اللي هيعملها مش هينفع يعملها المصريين في الوقت ده لسه ما وصلوش لهذه الدرجة من يعني الاتقان فانا كده هاخد يعني هجيب اجانب وهم اللي هيدروها وهكذا فانا كده هفتح باب كبير للتدخل الاجنبي اه ما هو صحيح كان بيستعين باجانب بس يعني بدرجة قليلة جدا يعني بيجيب خبير خبيرين يعني عدد بسيط لكن لو المشروع ده تنفذ لا ده كان التدخل الاجنبي هيبقى كبير وبالتالي ده محمد علي مش كان رفض الموضوع ده يعني ايه يعني انا استنى لما اوصل للدرجة اللي اتمكنني من ان انا عملي المشروع بفلوسي واديره انا بنفسي وفي الحالة دي اتعمله وطبعا ده فكر كويس جدا يعني بالزبط زي ما واحد عايز عربية مثلا نفسه في عربية عايز اشتري عربية فيعن بس هو ما عموش فلوس طب يعمل ايه يروح يستلف ويستدين او ياخد كارد مثلا من البنك علشان يشتري العربية طيب انت روح تشتريت العربية بس انت ما تعرفش تسوق طب مين لا يسوقها لك هجيب واحد يسوقها لك يبقى انت تحت رحمته بقاعد مستنيه انا لسه ما تعلمتش السواقة تمام فكده هستنى بقى اللي هو هيسوق لي دوت وبقا قاعد مستنيه ولو مجاش بقى انا طبعا مش قادر اروح ولااجي وهكذا يبقى هو هيتحكم فيه واقعد تحت رحمته حاجة كمان الفلوس بتاعت العربية ديت هتبقى دين فرقابتي طبعا ودين علي وممكن مسلا لو ما قدرتش اسدها يجي البنك يحجز علي ياخد بيتي ياخد ارضي ياخد ممتلكاتي فيبقى انا كده ضيعت نفسي من كل الجهات لا استنى لما احوش فلوس واقدر ان انا اشتري العربية بفلوسي ما استدنش وكمان استنى لما اتعلم السواقة عشان انا اللي سوقها وبقى انا اللي متحكم ايه فيها ده الفكر الصح طيب فبقى محمد علي رفض مشروع كونة السويس علشان طبعا ايه خشية ان تكون باب للتدخل الاجنبي تعالى بقى كده نشوف النقل والمواصلات اهتم محمد علي بتمهيد وتأمين الطرق البرية والبحرية وبنقص طول في البحرين الاحمر والمتوسط وحفر الطرع والاهتمام بالموايان المصرية وتطهير البحر الاحمر من القرسنة يبقى محمد علي اهتم بالنقل والمواصلات ولا لا اهتم طبعا الدليل على كده ايه انه كان بيأمن الطرق وبيمهدها يعني ايه مهدها يعني يخلي الطريق آمن كده ممهد علشان القوافل التجارية مثلا تصير بأمان وبسهولة يبقاش فيه مثلا عرقيل في طريقهم يبقى طرق ممهدة آآ آمنة ماشيش قطع طرق يستولوا على بضاعتهم ويقتلوهم كمان عمل ايه عمل مواني على البحرين الاحمر والمتوسط آآ وتأهر البحر الاحمر من القرسنة يعني اللي هما قطعوا الطرق او اللصوص او اللي هما كانوا يعني بينقضوا على السفن اللي ماشية في البحر ويسرقوها ويقتلوا الناس اللي فيها فكانوا ميأثرين جدا في التجارة قضى على كل ده علشان طبعا يأمن الطرق وبكده التجارة طبعا تبقى في امان وتزدهر اكتر واكتر طيب تعال نشوف البناء الاجتماعي اثرت سياسة محمد علي الاقتصادية في تشكيل وبناء القوة الاجتماعية في مصر فاكرين المجتمع في مصر في عهد المماليك والعثمانين يعني بنقسم لكم طبقة كانوا طبقتين طبقة حكام وطبقة محكمين الحكام كانوا هما مين الولاء العثمانين طبعا والمماليك والمحكمين الشعب هنا بقى محمد علي انهى على نفوز انهى نفوز المماليك المماليك اللي كان الطبقة حاكمة خلاص انتهت وفاكرين طبعا مزوحة القلعة اي قضى عليهم حتى اللي كان موجود اللي نجا من مزوحة القلعة هرب لان محمد علي امر جنوده بانهم يقتلوا اي حد من المماليك ايه يشوفوه فبالتالي خلاص كده وقضى على نفوز المماليك كهيئة حاكمة وحل محلها مين بقى مين الهيئة الحاكمة بقى في مصر دلوقتي اسرة محمد علي وبعد العناصر التركية البسيطة يبقى دي كانت الطبقة الحاكمة في مصر لمحمد علي وايه واسرته تضاءل نفوز علماء الازهر والقيادات الشعبية طبعا بعد ما نفى السيد عمر مكرم الى دميات خلاص القيادات الشعبية نفوزها قل وعلماء الازهر هما كمان نفوزهم ايه قل وظهور طبقة الاعيان وطبقة عمال الصناعة ظهرت طبقة الاعيان الناس بقى اللهم ايه يعني الاغنية وعمال الصناعة والحرف كوسطاء للايه لحكوم تدهورت طبقة التجار وظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة طبقة التجار تدهورت ليه ما انا قلتلك لان محمد علي احتكر هو التجارة هو اللي كان محتكرها يعني ايه يعني الفلاحين كانوا بيزرعوا مين اللي بياخدوا المحصول منهم مش التجار لا محمد علي الصناع يصنعوا مين اللي ياخد البداعة بتاعتهم يبيعها مش التجار برضو لا محمد علي يبقى هو كان محتكر التجارة وبالتالي طبقة التجار اه اه ادهورت اه وكمان هناك ظهر البدو كقوة اجتماعية مستقرة محمد علي حاول ان هو يعني يجيب البدو دول ويخليهم يستقروا ليه علشان برضو ما يعملوش قلق في الدولة اه وغارات وآآ يعني يعملو له قلق ومشاكل في الدولة لا جابهم كده وطنهم عملوهم بيوت كده يعودوا فيها عشان يبقوا تحت تعينه تحت سيطرته ويبقى في استكرار ده بالنسبة للنظام الاجتماعي تعالى نشوف التعليم والثقافة ادرك محمد علي انه بحاجة الى موظفين هيعمل بيهم ايه لسد حاجة المصالح الحكومية هو محتاج موظفين عشان يعني يستعين بيهم في المصالح الحكومية والوزارات اللي هو هيعملها الدووين اللي هو هيعملها بالاضافة الى فنيين ومتخصصين خاصة لسد حاجة ايه الجيش والاسطول طب تعالوا نشوف بقى هيعمل ايه انشأ المدارس الحديثة هو هيجيب الموظفين دولة منين لازم طبعا الناس متعلمة فعمل مدارس انشأ المدارس الحديثة طبعا ايام المماليك والعثمانيين ما كانش فيه اي اهتمام بالتعليم كانت الامية منتشرة والجهة المنتشرة في البلاد بنسبة كبيرة لانه ما كانش بيهتموا بالتعليم لكن محمد علي هيبني دولة حديثة هيبقى لازم يهتم بالتعليم التعليم اساس اي دولة ايه متقدمة واي دولة حديثة فانشأ مدارس زي مدرسة الطب والزراعة والمهندس خنة وغيرها طبعا دي كلهم كليات حاليا يعني مدرسة الطب وكانش بقى اسمها كلية زي ما انك اسمها مدرسة كان مدرسة الطب ومدرسة الزراعة اللي هي كلية الطب وكلية الزراعة والمهندس خنة اللي هي كلية اللي ايه الهندسة ارسل البعثات العلمية لاوروبا زي ما قلتلك طبعا اوروبا دولة متقدمة يعني عايز يستفيد من هذه النهضة وهذا التقدم فكان بيجيب الطلبة النبيين الازكياء وكان بيبعتهم في بعثات الى اوروبا يبقى ارسل البعثات العلمية الى اوروبا وكان من ابرز اعضاء البعثات دي رفاع رافع التهطاوي وعلي باشا مبارك ودول اسهموا في استمرار النهضة التعليمية بعد عودتهم من اوروبا يعني راحوا بعثات لاوروبا دول اوروبية زي فرنسا وكانت اكتر الدول اللي كان محمد علي بيبعت لها بعثات تعليمية كانت فرنسا كانت علاقته فرنسا علاقة جيدة وكان زي ما قلنا الشخصيتين اكتر شخصيتين اه تم يعني اسهموا في نظرة التعليم كان رفاع التهطاوي وعلي باشا مبارك كمان استعان ببعض الأساتذة الأجانب للتدريس في المدارس العليا والمساهمة في الترجمة استقدم مدرسين أجانب وعلشان يدرسوه في المدارس العليا وكمان يقوم بإيه بالترجمة وعمل مطبعة المطبعة الأميرية في بولاق يبقى أنشأ المطبعة الأميرية في إيه في بولاق لطبع الكتب اللازمة للمدارس المدارس دي محتاجة كتب يعني لازم نتلبها دول عايزين كتب طبع الكتب دي تنتبعها فين عمل مطبعة في بولاق خلي بالك علشان جايف الأسئلة يبقى أنشأ المطبعة الأميرية في بولاق لطبع الكتب اللازمة على فكرة ما زالت موجودة المطبعة دي حتى الآن وما زالت برضو تتبع الكتب المدارسية حتى الآن والكتب الأدبية والفنية ده مش كده وبس ده كمان عمل صحيفة أصدر صحيفة الوقائع المصرية ودي كانت الجريدة الرسمية لمصر وما زالت حتى الآن برضو الجريدة الرسمية لمصر الوقائع المصرية. دي كلها الخطوات اللي عملها محمد علي في مجال ايه? في مجال التعليم. يبقى انشأ مدارس جديدة. عمل ارسل بعثات للخارج. استعان باسات زق جانب. وانشأ المطبعة الاميرية لطبع ايه? الكتب اللازمة للمدارس. وقلنا من اشهر الشخصيات اللي كان ليهم دور في التعليم. كان شخصية علي مبارك. دي صورته هي زي ما احنا شايفين. هو رفاعة رافع التهطول. بكده بنكون طبعا خلصنا اول جزء كده طبعا هو ده مش الدرسه كله. انا سمتلك الدرس على حلقتين. علشان ما بقاش ايه? ما بقاش كتير عليه. فاحنا كده خلصنا البناء الاقتصادي. اتكلمنا عن الزراعة والصناعة والتجارة وهو النقل والموصلات. واتكلمنا عن البناء الاجتماعي والتعليم والثقافة. تمام? في الحلقة اللي جاة بازن الله هنتكلم بقى القوة العسكرية. وهنتكلم عن ايه? عن البناء السياسي للدولة الحديثة في مصر. وبرضو هناخد السياسة الخارجية ان شاء الله لمحمد علي. تعالى نشوف اسئلة على الجزء اللي احنا خدناه ده. هنا سؤال بيقول لي اكمل. نزم محمد علي الاقتصاد المصري. على اساس نزام ايه? النزام اللي محمد علي عمله هو لغى نزام وعمل نزام جديد. هتكتب اسم النزام الجديد اللي هو عمله هنا. طبعا مش هحل الاسئلة سبا كنت تتحله. سؤال اللي بعده. انشأ محمد علي نقط على نهر النيل لتحسين طرق الرأي. المشروع الكبير اللي محمد علي عمله على نهر النيل علشان يحسن طرق الرأي بنكتبه طبعا هنا. ما كان النقط. انشأ محمد علي المطبع الاميرية فين? طبعا لسه الهة. يعني وحتى ننبهتك ليه. آآ سؤال اللي بعده صح او خطأ? تضاء النفوذ علماء الازهر والقيادات الشعبية في عهد محمد علي. يعني قال النفوذ علماء الازهر والقيادات الشعبية قال لفعهد محمد علي. طبعا هنقول صح او خطأ. انشأ محمد علي المدارس الحديثة ومنها الزراعة. مدرسة الزراعة آآ ومدرسة الطب والمهندس خانة. دلل. اهتم محمد علي بالنقل والمواصلات. طبعا نقول ايه الدليل على كده? يعني الدليل اللي خلانا نقول ان محمد علي كان بيهتم بالنقل والمواصلات. يعني عمل ايه في النقل والمواصلات? اخر سؤال ما هي الخطوات التي اتبعها محمد علي للنهوض بالتعليم? احنا قلنا كزا خطوة. ذكرنا آآ يعني حوالي اربع خطوات فانت بتكتبهم. ما هي الخطوات التي اتبعها محمد علي للنهوض بالتعليم? تقول عمل ايه? بكده منقول خلصنا آآ درسنا النهاردة أتمنى الدرس يكون سهل عليكم آآ حلوا طبعا الأسئلة وابعتولي في التعليقات ولو في أي حاجة قدامكم مش عارفينها بعتولي وبإذن الله جوابكم عليها أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة